بداية القراءة والمهارات اللغوية تعاون أنت وأفراد مجموعتك وابحث في أحد المعجمات اللغوية عن مفرد كل مما يلي الكلمات هي الأسفار لاحظوا الأسفار مفردها السفر الأستار مفردها الستر بكسر السين طبعا والمعاطب مفردها المعطب السؤال الذي يليه هات أيضا ضد كل من رفض عكسها قبول وموافقة زاهد عكسها راغب في الحياة مقبل على الحياة مفاز عكسها خسارة أو خسران أو مهلك السؤال الذي يليه يقول ابحث في أحد المعجمات لغوية عن الفرق في المعنى بين اللوم والعتاب وبين الرغائب والمثاوب لاحظوا الآن الفرق بينهما اللوم لاحظوا اللوم يقول الشعر يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي وهذا الشعر يقول دعي اللومة فاللوم هو التقريع والتعنيف أما العتاب فنقول عتاب المحب فالعتاب هو اللوم لكنه الرقيق اللين هذا الفرق إذن اللوم هو التقريع وتعنيف أما العتاب ممكن تكون هي المفاتشة الرقيقة أما الرغائب والمثاوب لاحظوا الرغائب هي العطاء الكثير وهذه لاحظوا الفرق بينهما أنها تمنح قبل الجهد المثاوب هي الجزاء والثواب وهذه تمنح بعد الجهد لاحظوا يعني لاحظوا نحن أحيانا نقول لاحظوا الآن أنت لو فكرت بميالي طفلك في الصف الأول ابتدائي ولديه نص إملاء اليوم فعطيته عشر ليرات لاحظوا من أجل هذا تشجيع من أجل أن يحصل بعد أن علمتي عن أن يحصل على درجة تامة فهذه ثم رغائب لاحظوا يعني هي التريب فإذن هي العطاء قبل الجهد أما المثاوب يعني بعد ما أخذ عشرة كافأته بعشرة ليرات فإذن هذه مثاوب إذن لاحظتم إذن الرغائب هي العطاء الكثير وهو يعني ما يمنح قبل الجهد والمثاوب هي جزاء والثواب وهذا يتمنح متى؟ بعد الجهد يعني بعد ما بذل العمل سؤال الآن البنية الفكرية يقوم النص على ثلاث فكر أساسية كما نعلم والسؤال هنا يقول إنسب كل فكرة إلى المقطع المناسب لها إنسب كل من هذه الأفكار إلى المقاطع أو إنسب كل فكرة نعم إلى المقطع المناسب لها فلاحظوا مبدأ الشعر في السعي وراء الرزق معاناة الشعر من السفر وأثاره فيه موقف الشعر من دعوة الممنوع يعني لو لاحظتم معي تجدون أن الفكر مرتبة يعني مبدأ الشعر في السعي وراء الرزق هي فكرة أي مقطع واضح إنها فكرة المقطع الأول معاناة الشعر من السفر وأثاره فيه هذه فكرة أي مقطع المقطع الثاني موقف الشعر من دعوة الممدوح هي فكرة المقطع الثالث إذن مرتبة من الأول حتى الثالث السؤال الذي يليه هذا السؤال يقول استخرج الفكرة الجزئية من المقطع الثاني لاحظتم الفكرة الأساسية هي فكرة مقاطع والفكرة الفرعية هي فكرة البيت طيب لاحظوا هنا عابقل لي انسب كل فكرة إلى المقطع المنسب لها السؤال الذي يليه يقول استخرج الفكرة الجزئية من المقطع الثاني لاحظوا من المقطع الثاني في عنا يعني أنا وضعت لكم هذه الإجابة في عنا لاحظوا ضروري أن أكتب الأبيات الآن البيت الرابع والخامس والسادس طبعا والسابع لاحظوا يعني هاي فكرة المقطع الثاني الثاني عندي أبيات من أربعة حتى سبعة فالبيت الرابع عاب يقول أذاقتني الأسفار وما أكره الغنائلي وأغراني برفض المطالب نعم المطالب هاي بعطيها عنوان صعوبات السفر وأثرها السلبة في نفس الشعر البيت الخامس فأصبحت في الإثراء أرغب راغب وإن كنت في الإثراء أرغب أزهد زهد وإن كنت في الإثراء أرغب راغب صراع النفس بين الزهد والرغبة البيت السادس حريصا جبانا أشتهي ثم أنت إيش بعطي عنوان صفات الشعر التي تمنعه من السفر اللي هي جبن والخوف البيت السابع ومن راح ذا حرصا وجبن فإنه فقير الحرص شديد مجلبة للفقر راحظوا يعني أنا عطيت لكل بيت عنوان الفكرة